نوراني يا دالي مرسي يا سادي شو فيكون مرة أقولك من نوراني يا دالي كنت لسه معميين نتكلم عن مواقف الكامستري من الفنانين وإذا كانوا جدعان ولا في ندالة ولا في وفي 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 وليلي من الناس اللي تفتكر لها أنه لا كيف بدنا الكامستري حلوة وجدعان قوي يعني فيه مواقف تبقى إنسانية قوي لو أنت بتعمل معايا كده انت ليه جدع كده لا بصي أنا زاكرتي من هيلا بنيلا بس أنا هقولك الناس اللي أنا بجد قريبين من قلبي جدا ويمكن ما بنتقبلش كتير بس هم عارفين غلويتهم عندي يعني بس هم كم حد كده حبايب قلبي يعني أكيد طبعا هاني رامزي وخالة سرحان جميل كل طقم حريم كريم وأولاد حريم كريم دول على جنب انت بشرة وصحاب كلهم بشرة وبسمة من القريبين واللي بحبهم قوي ريهم عبدالغفور طبعا جميلة أنا اسمات عنا كعومي مقبلتها بسمات عنا كتير وحنان متاوع جميلة ونلي كريم يمكن نلي احنا مش قريبين دلوقتي تقريبا بشوفهاش خالص مؤخرا ابتدى يبقى فيه ميكس لذيذ بين الفنانات مع بعض وفيه يعني فيه دلوقتي تعاون بين فنانين كتير وبيتلعوا صحاب جدا جدا فالكلام ده مش حقيقي قولنا نالي كريم نظام عدوك ابنكارك لا طبعا حسب اكيد في كل مهنة فيه ناس بتبقى النفسيات مش حلوة بس انا كل اللي تعاملت معيهم بصراحة يعني ما حصلش ان انا شفت منهم اي حاجة وحشة كان فيه حاجات طبعا حصلت معي هتقوليلي؟ لا اش هقولك هتقوليلي حاجة أقول ليس؟ لا ربنا المسامح كريم المسامح كريم سرع حاجات حصلت وانا كبرت يعني ما ردتيش؟ لا طب قلتي نالي كريم ما تكلمتيهش في موضوع الطلاق؟ ولا كلمتيه في تريفون؟ لا خالص خلاص لا دي حاجات شخصية وانا ما انت دي ما بتحبي ان تسيبي مساحة؟ اه طبعا ما خشش في حياة حاجة شخصية؟ لا لا خالص حتى لو احنا صحاب ما اقولكيش يعملي كذا لا ممكن لو قبلتها بقى لان احنا مش على اتصال فمش معقول انا بقلي كتير انا ويكون واحد مجهول اه بس في صحابك كده تقابليهم فممكن ما تعودوا مع بعض اتحكوا بس مش هكلمها بقى لنا كتير ما بنتكلمش واكلمها عشان حصل موقف ملكيش انت في مكلمات النم لا لا خالص خالص والله والله يا سالي انا بعرف اخبار يجوا في ناس صحابي برا الوسط يجول لي تهرفي فلانا حصل كذا كذا لي والله ما عرف ايه يقول لي وانت على طول كده احنا عايزين نعرف منك الاخبار والهم ما عرفش انا اخر واحدة انا يعرف اخبار عن ناس في الفن من برا يقولوا يا بجد والله انا معرفش